طيب أقول قاعدة اتفاق الأكثر ليس بحجة هذه قاعدة مهمة جداً اتفاق الأكثر ليس بحجة يعني الإجماع كما قلنا هو اتفاق مشتهدي علماء العصر علماء الأمة صحيح؟ هنا يقول هل الأكثر والأغلب يكونوا إجماعاً؟ هذه المسألة المهمة جداً هل الأكثر والأغلب يكونوا إجماعاً؟ عندنا حديث تثبت أن الأكثر والأغلبية لا تكونوا إجماعاً قد تكونوا حجة ولا تكونوا إجماعاً واستدلوا على ذلك بحديث أصحابك النجوم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم وهذا حديثهم باطل لم يصح لكن إيش وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأكثرية ليس بحجة؟ قالوا لأنه يمكن لإنسان أن يقتدي بواحد ومخالف له كثير من الناس صحيح ولا لا؟ ويكون الأمر له من جاءت هذا هو الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم يعني الجماعة وحديث يدوا الله مع الجماعة ومن شذة شذة في النار الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم قالوا يعني استذل به من قال بأن الحجة في الأكثرية لأنه قال الأعظم ما قال الكل فأدار النجاة على السواد الأعظم يعني الأكثرية واستدلوا ووجه الدلال الحديث الثالث يدوا الله مع الجماعة ومن شزى شزى في النار قالوا هذه فيها دلالة على أن الأغلب الأغلب يقبل وأن من انفرض عن الأغلب شز والشزود لا يقبل ومن شزى شزى في النار هذا الذي استدل به بعض من قال بأن الأكثر حجة وهذا قول من قول من جليل الطبري وهو قول أبي باك الرازي من الشفعية وهو رواية أيضا عن أحمد رواية عن أحمد وهو قول من جليل الطبري قال الأغلب الأغلب وذلك إجماعات من جليل الطبري لابد أن تكون منها على وجل وحذر فقال علمانا من جليل الطبري يقول بذلك والرازي يقول بذلك وهو رواية أيضا عن أحمد وإن كان المحتمد عند أحمد أن الإجماع لا يكون إلا أحمد أصلا لا يرى إجماعا إلا إجماع الصحابة ويقول وما يدرك على الناس قد اختلفوا قد اختلفوا أما مذهب الجماهير من أهل العلم بأن الأكثر لا يكونوا إجماعا بحال من الأحوال أما الرد عليهم في الاستدلال بحديث أصحابك النجوم هو ليس لهم هو عليهم وأما الاستدلال بحديث عليكم بسواد الأعظم هذا من أجل نادات يعني هو نفس في السياق حديث سياده الله مع الجماعة من شذة شذة في النار الحديث ليس في السياق الذي يستدلون بهم الحديث سياقه في سياق السمع والطاعة لولاة الأمور بأن من شذة عن وليه الأمر شذة في النار وهذا الكلام مخرجه على حرمة الخروج على ولات الأمور أيما كان وليه الأمر لا يدوز الخروج عليه فهنا يقول يدو الله مع الجماعة من شذة شذة في النار هذا تحريم الخروج على ولات الأمور هذا الحديث ليس في سياق الإجماع في مسألة فقهية يجتمعون فيها لا هذا الحديث يحرم الخروج على ولاة المهادة أصلا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة وقد نقل بعضهم الإجماع في حرمة الخروج على ولاة الأمور وإن كان قال بعضهم بأن المسألة فيها خلاف يحتاجون بالأشعس فتنة بالأشعس عندما خرج جماعه سعيد بن جبي والحسين بن علي وكل ذلك مردود عليه صحيح أن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال وهذا الحديث نصف المسألة من شذر شذر في النار فهو في الخروج على ولاة الأمور فلا يساعدهم على ذلك والصحيح بأن الإجماع هو اتفاق مشتهدي الأمة اتفاق مشتهدي علماء الأمة وليست المسألة دائرة على الأغلب القاعدة الثانية وننتهي بها حتى لا يعني أطيل على الإخوة يثبت الإجماع بخبر الواحد يثبت الإجماع بخبر الواحد هذه مسألة خلافية حقا لأن الإمام الغزالي والأحناف والإمام الغزالي وبعض الشفعية يرون أن الإجماع لا يثبت إلا بإجماع وهذا نضرة إثبات الإجماع هنا الغزالي كان يقول استحالت إثبات الإجماع إلا في أمور نادرة جدا فهو يقول لا يثبت الإجماع إلا بإجماع ولكن علماءنا يحتجون بأن الإجماع قد يثبت بخبر الواحد بقول النبي صلى الله نحن نحكم بالظاهر نحن نحكم بالظاهر وقلت هذا الحديث ضعيف والحق بأن الحجة في قول الله وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم خلافة إن جاءكم عدل بنبأ فإيش فإذا لا تبينوا إذا خذوا وإقبلوا فإذا جاءكم رجل واحد قال إن عقد الإجماع عند صحابات رسول الله على حرمة شرب الخمر يقبل ويكون الإجماع منعقد مفهوم والحق بأن جمهور العلماء استدلوا بالقياس قالوا خبر الواحد بالإجماع يقبل خبر الأحد اللي أتى به واحد بالإجماع يقبل ووجهوا الدلالة عندهم بهذا القياس أن هذا القياس الأولى إن كان حديث النبي الذي أمرنا باتباعه صريحا وما أتاكم الرسول فاخدونا متباكم عنه فانتهوا وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يا أيها رسول بلغ ما أنزل عليك مرابب ما أنزل من الكتاب أو من السنة فإن كان الذي جاء صريحا باتباعه في الكتاب يقبل بخبر الواحد فما كان اجتهادا فمن باب أولى أن يقبل بخبر الواحد لأن الإجماع ليس فيه آية صريحة وحتى الأحاديث ليست الأحاديث كما بينا قبل ذلك مرفوعة صريحة صريحة في ذلك صحيح ولا لا لكن نحن نقول الأمة أجمعت على قبول العجمع وأنه من الأدلة المتفق عليها فقالوا إن قبلنا خبر الواحد الاحاد إن قبلنا حديث النبي الذي هو حج على العباد قبلناه بخبر الواحد فلأن نقبل الإجماع بخبر الواحد من بابي هذا صحيح وكام وكم من مسائل التي قبلت فيها الإجماع بخبر الواحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير